موسيقى 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 نقتلكم لسه هتكلم عن الجمهور والحقيقة مشهد الجالية المصرية والجمهور المصري النهاردة لمساندة منتخبنا الوطني في المباراة الودية أمام الجزائر على ملعب هزاع بنزايد كان مشهد راقي ورائع جمهور مصر النهاردة بيقدم أكبر وأجمل رد على كل مثير الفتن شفنا المشجع المصري لابس تشيرت كل الأندية الأهلي وجنبه مشجع مصري تاني لابس تشيرت نادي الزمالك لابسين تشيرت الإسماعيلي كل في المدرجات على قلب رجل واحد على قلب اسم مصر المدرجات المشجعين المصريين داخل المدرجات أكيد كل واحد له انتماءاته وكل واحد له نادي اللي بيحبه ولكن الإسماعيلي محل التحايد غيرها كلها الأندية الشعبية ولكن لما الأجواء بتكون صحية داخل الوسط الكروي وده اللي احنا دايما بنسعاله ولما ما بيكونش فيه تجاوزات الكل بي كل اللي احنا بنقوله ده بيانعكس على المدرجات وعلى دعم منتخبنا الوطني وعلى دعم النادي الاهلي وعلى دعم بقية الاندية وعلى الشكل الحلو اللي شفناه النهاردة احنا شفنا مشهد رائع نفسنا او انا نفسي الحقيقة انه هو يتكرر في مصر خلال الفترة اللي جاي يتكرر في كل مباريات المنتخب حل يعني احلم اكتر من كده واقول ان انا نفسي اشوف المنظر اللي احنا شفناه النهاردة للأسف ما عنديش فيديو ما عنديش حقوق عشان اقدر اوري حضراتكم ولكن نفسي اشوف المنظر اللي شفناه النهاردة ده حتى في مباريات الدول الاهلي والزمالك لما يلعبوا مع بعض الاهلي والاسماعيلي لما يلعبوا مع بعض الاهلي والمصري لما يلعبوا مع بعض الاهلي والاتحاد لما يلعبوا مع بعض الاهلي والبلدية لما يلعبوا مع بعض احنا شعب طول عمرنا شعب محترم ومشجعين لكرة القدم بيحبوا بلدهم قبل ما يحبوا الاندية والمشهد النهاردة اكبر دليل على الكلام اللي انا بقول لحضراتكم اه انا عارف ان معظم تشيرتات اللي ملبوسة النهاردة تشيرت منتخب مصر اكتر حاجة بعد منتخب مصر تلاقي تشيرت النادي الاهلي ولكن لما بيكون الوسط الرياضي منضبط والموجودين اللي فيه منضبطين وان ما فيش دخلاء على هذا الوسط الكروي والرياضي بتكون الصورة حلوة كنا محتاجين المشهد الجميل ده من زمان الحمد لله الفترة دي بنشوف هذا الشكل الراقي من الجمهور اللي اكيد بيتفرج على كل البرامج الرياضية وما بيشوفش حد بيقول اشتم ويعمل ويطلع ويعمل كذا ده كل انا بيدافع عن النادي بتاعي وغيري بيدافع عن النادي بتاعه وده بيدافع عن النادي بتاعه بمنتهى الاحترام والادب ومنتظرين استمرار وتطور الشكل كمان بتفرق جدا 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 اللعيبة مكادش هتلعب بهذا المستوى لو لا وجود الجمهور المحترم في المدرجات والكلام ده كله بيفرق في صناعة كرة القدم انا متأكد ان اكتر واحد مبسوط هو المهندس سيفي الوزيري والمهندس محمد يحي انا متأكد ان هما مبسوطين اكتر اتنين مبسوطين بدليل شايفين حاجة جميلة عايزين يتبقوها هنا مع كل الاجهزة ان شاء الله خلاله للفترة اللي جاية وخلي بالك ده نتاج المجهود الشركة المتحدة وهذه الشراكات وعملوا الشركة المتحدة عملت الشراكات دي مع اشقائنا في الامارات ده لصالح مين؟ لصالح كرة القدم المصرية حتى الاعلام يلاقي صورة حلوة يستعرضها فانا بشكر جدا جدا جمهور كرة القدم المصري اللي موجود في الامارات على هذا الاداء الشكل الراقي والصورة المشرفة فمرة تانية شكرا جزيلا لكل هذا الجمهور الرائع شكرا جزيلا النهاردة هنتكلم اكتر عن المنتخب وعن كل ما يخص المنتخب لان بالفعل منتخبنا الوطني عمل حاجة رائعة جدا وتنظيم رائع وكل حاجة حلوة وان شاء الله من بكرة 3 و 4 و 5 و جمعة هنتكلم عن مباراة النادي الاهل يوسمبة هل ده معنى احنا مش هنتكلم عن الاهل يوسمبة؟ هنتكلم كتير قوي برضو عن الاهل يوسمبة خلينا بقى نروح نشوف تقرير وجولة الاخبار المحلية والعالمية وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار الأساتذة الكباتن كابتن محمد حشيش، كابتن قسامة عورابي، أستاذ عصام شلتوت، الأستاذ محمود شوقي في ضيافة البيت الكبير ونقاش مفتوح عن النادي الاهلي وعن منتخبنا الوطني